كيف يتسنى للمسلمين مواجهة خطر الاستشراق في العصر الحديث إن المواجهة تتجه إلى اتجاهين اتجاه عام واتجاه خاص لابد على المسلمين من خطة عملية عامة لمواجهة حركة الاستشراق وتنقسم إلى عنصرين أولهما يتمثل في قيام علماء المسلمين بالكتابة حول الموضوعات العلمية ويقدمون للعالم الغربي المعلومات الصحيحة عن الإسلام ويوضحون للناس وجهة النظر الإسلامية الواضحة في المشكلات التي أثارها المستشرقون ثانيا يتمثل في قيام مفكر الإسلام باستعراض مؤلفات المستشرقين العلمي ومحاسبتها ومناقشتها في ضوء الحقيقة والواقع لينكشف الغطاء عن تلك الأخطاء هذا أولا وأما الاتجاه الثاني المفصل لمواجهة الاستشراق فإن هذا الاتجاه يتمثل فيما قدمه علماء الأمة من محاولات وعرض خطط وضعها بعضهم لمواجهة الاستشراق يقول الدكتور محمد البهي ينبغي أن نتجه إلى الاستشراق ونواجهه في خطط تالية قيام المؤتمر الإسلامي بالمساهمة في تنقية الحياة العربية والإسلامية من رواسب الاستشراق وذلك بإبعاد عملائه من حياة التوجيه في العالم الإسلامي اثنين إعادة تقويم القيم الإسلامية في نفوس المسلمين بعد أن زعها الاستشراق ثلاثة يقول لابد من إنشاء موسوعة الرد على المستشقين وكذلك لابد من إنشاء مؤسسة علمية عالمية تقوم على شؤون العالم الإسلامي ثلاثة إنشاء دائرة معارف إسلامية جديدة أربعة وضع ترجمة إسلامية لمعاني القرآن الكريم وكذلك إنشاء جهاز عالمي للدعوة الإسلامية يهتم بالدعوة ويرعى المسلمين الجدد ويحمي المسلمين بالوراثة تنقية التراث الإسلامي من الإسرائيليات والدخيل الحضور الإسلامي في الغرب بمحاولة اقتحام مجالات التدريس للعلم العربية والإسلامية في الغرب كذلك لابد من إقامة حوار مع المستشلقين المعتدلين بهدف ترشيد المثقفين المسلمين المتأثرين بأفكار الاستشراقية وأيضا هذه الخطط التي وضعها مفكر الإسلام لمواجهة حركات الاستشراق وقد قاموا بواجبهم بقي على الحكومات الإسلامية التي تملك عناصر التمويل استشعار عظم المسئولية والقيام بواجبها نصرة لدينها العالمي الخالد